وهذا في مسألة جورجيا ذا سمحت لدكتور ناصر لماذا تنجح اليوم أوكرانيا في هذا الاختبار اقتصادي والسياسي ومكافحة الفساد بإدارة زلينسكي وتفشى الجورجيا التي لا تستطيع الآن فيها حرب رغم التواغي الروسي في بعض الولايات الجورجية الآن يعني هذا السؤال كيف الإجابة عليه؟ ربما هذا هو الجواب أن الحرب أدت إلى تحدي كبير في داخل أوكرانيا وانتخاب قيادة مناسبة لماذا الجورجيين لم يغضبوا على الأوروبيين لأنهم لم يقبلوهم غضبوا على حكومتهم لأنها فشلت في أن تكون في مستوى الطرابات الأوروبية إذن القضية هنا قضية المعايير التي يجب الوصول لها عندما زلينسكي وصل كانت هناك حملة في البداية لمكافحة الفساد قوية قبل أن تأتي مشكلة روسيا جورجيا لم تنجح في هذه الأمور والجورجيين أدرى الناس بذلك كما قلت كان ينبغي وفق كل المقاييس المنطقية أن تكون هناك حملة كراهية لأوروبا في داخل جورجيا ولوم للأوروبيين لماذا قبلتوا الأوكرانيين ولم تقبلونا هذا لم يحدث الجورجيين يعرفون قبل غيرهم أن حكومتهم قصرت مو فقط في محاربة الفساد وإنما بالوقوف بكل مستوى المعايير التي طرحوها الأوروبيين وبالتالي هم يطالبون بحكومة أخرى وليس بإنتحاد الأوروبي لم يطالبوا بإنتحاد الأوروبي طالبوا حكومة أخرى في بلدهم تكون على مستوى تحقيق معدلات محاربة فساد وشفافية وإلى آخره وحقوق إنسان حتى تكون على مستوى الدخول في الاتحاد الأوروبي آنذاك ستكون الأبواب مفتوحة لهم مثل ما هي مفتوحة لأوكرانيا ومالضوحة اشتركوا في القناة